شو بنعرف من قبل البكتيريا كائنات حية مكونة من خلية واحدة ممكن تصيبنا بالعدوى بنقدر انو نقتل البكتيريا بالمضادات الحيوية الفيروس مو خلية فما بنقدر نقتلهم بالمضادات الحيوية سوف نتعلم عن الجهاز المناعة مع دكتور من إسبانيا كيف يكون المستخدم الانتقال؟ ما هو نحن المنطقة؟ نحن المنطقة محلواتنا من الخلية من اشياء المنطقة تساكين مهاجمات أي شيء متطفر أو يدخل على جسمنا إنه يجب أن يفرق بين جسمنا وعلى الأشي الذي يدخل داخل جسمنا جهاز المناعي يميز بين الخلايا الميتة والخلايا التي لديها خلال ويتخلص منها أي شيء يسبب ردة فعل أو تفاعل في الجهاز المناعي اسمه مضاد أو أنتجن الدفاع الأول في جهاز المناعي هو الخلايا البيضاء بيتنقلوا داخل جسمنا في الأوعية الدموية والأوعية اللمفاوية في الاحاويتين عاميةあلا بيبحثوا عن أي شيء داخل أو غريب على جسمنا . هناك وعين من الخلايا البيضاء الخلايا اللمفاوية اللي بتساعد على التعرف على الانتجن والخلايا الفيغوسايت اللي بتاكلها وبتدمرها How does an immune reaction work? In order for your body to react to invaders it first has to be able to distinguish invaders from our own body cells It does it by looking at the proteins on the outside of a cell The immune system learns to ignore its own protein so it doesn't attack its own body cells When the immune system recognizes an antigen a chain of reaction from different cells takes place We can get to know the antigen الخلايا اللي مفاوية بي بيبحث عن البروتينات الموجودة خارج الخلية وإذا هدول غير معتادين عليها فإذا بيبدأ الهجوم B-lymphocytes are the ones recognizing the antigen and will start producing antibodies Antibodies are proteins that lock onto specific proteins of the antigen It feeds like a little puzzle piece and sticks to the invader These antibodies serve as a marker for the immune system to know which cells need to be destroyed Subsequentially phagocytes will come to actually destroy the invaders الخلايا اللي مفاوية بي بيصنعوا بروتين بتناسب البروتين على الانتجن وهيك بيميزوا الانتجن عشان الخلايا الفاغوسايت بيقدروا انو يتعرفوا عليها ويهاجموا عليها T-lymphocytes have a different role The helper T-lymphocytes coordinate the immune response They communicate with other cells stimulate B-lymphocytes to make more antibodies and attract more T-cells or phagocytes to destroy the intruders وهاي العملية بيتم انصاقها من قبل الخلايا الليمفوسايت T The killer T-lymphocytes attack other cells These are very important in attacking viruses They recognize a small part of the virus on the outside of infected cells and destroy the infected cell الفيروس مو خلية فالجهاز المناعي ما بيقدر انو يتخلص منهم بهاي الطريقة إذا الجهاز بيميز انو جزء من الفيروس موجود خارج الخلية فبيفترض انو هاي الخلية مصيبة بالعدوى وبتخلص منها شو تعلمنا اليوم؟ اليوم تعلمنا عن الجهاز المناعي يحمينا من أشياء غريبة على جسمنا أو متطفلة مثل الفيروس أو البكتيريا وكمان من الخلايا تعوننا الي فيها خلل الدفاع الاولي هو الخلايا البيضاء ممكن يكونوا الخلايا الليمفوسايت T الي بتنسق الهجوم أو الخلايا الليمفاوية B الي بتبحث وبتعلم على الأشياء اللي متطفلة الخلايا الليمفاوية بيقدر انو يميزوا اذا الدخيل او المتطفل بيرجع الخلايا البيضاء كمان ممكن انها تكون الفاقوسايت اللي بتاكل وبتهاجم على الاشي التخيل او المتطفل بصف ما هو ميزا نعمة بصف ما ردنا بصف ما ردنا ويقدر انتهيت تخيل او المتطفل بصف ما ردنا بصف ما تحصل على اليوم بصف ما ردنا بصف ما ردنا